مجلس الوزراء المصري طلع بيان النهاردة الصبح على لسان المتحدث الرسمي بتاعه واللي اسمه المستشار سامي الخشن متحدث باسم رئيسة الوزراء قال يا جماعة والله فيه متغيرات في موضوع انقطاع الكهرباء احنا هنقطع الكهرباء ساعتين بدل ساعة واحدة وتخفيف الاحمال هيزيد شوية لانه فيه متغيرات الاسباب اللي قالها المستشار او المتحدث باسم رئيسة الوزراء اسباب غريبة شوية الراجل بيتكلم انه في ارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة ده النهاردة درجة الحرارة هو بيقول وفقا للبيان بتاعه انها واحدة وتلاتين درجة مقاوية وده مقارنة بالسنة اللي فاتت كانت تسعة وعشرين درجة مقاوية في نفس الوقت فبالتالي لازم نخفف احمال ونقطع كهرباء في حين ان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في شهر سبعة او في شهر تماني اللي فات تحديدا يوم 16 اغسطس انه درجات الحرارة لما تنزل عن 35 درجة مقاوية خلاص المشكلة هتتحل وهمبطل تخفيف احمال طب يا سيادة المستشار يا سيادة المتحدث بقت 31 مش 35 لكن لسه بيقطعوا الكهرباء بيقول كمان انخفاض الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية والمائية بشكل ملحوظ وعندنا استهلاك الغاز بمعدلات اعلى وعندنا كمان انخفاض كميات الغاز الموردة من الخارج بين 800 مليون قدم مكعب يوميا لصفر وده اللي حصل في الفترة الاخيرة بشوية بحث كده وقراءة لقينا مجلة نيس المتخصصة في الطاقة ومجلة الطاقة نشرين تفاصيل متعلقة باسباب انخفاض وردات مصر من الغاز احنا بنستورد غاز من اسرائيل زي ما انتوا عارفين في حقلين رئيسيين في اسرائيل حقل تمار وحقل ليفة ثان والحقلين دول بيوردوا لنا المفترض ان فيه مبين الحقول الاسرائيلية دي وشركة بلو اوشن انرجي المملوكة للحكومة المصرية ان اسرائيل تورد لنا غاز 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اللي حصل انه من بداية الحرب في غزة الانتاج ده او الوردات الاسرائيلية لنا انخفضت ل150 لمتين مليون قدم مكعب تقريبا بمقدار الخمس حاجة زي كده وبالتالي ده اثر على ورداتنا من الغاز اللي جاي المشكلة التانية كمان اللي خليها موضوع الكهرباء مطول ان احنا ما معناش دولارات نفضل نشتري مزوت عشان نعوض لان انت عارف ان النسبة كبيرة جدا من محطات الكهرباء بتاعتنا بتشتغل بالغاز طيب تيجي المشكلة الغريبة جدا في كلام المتحدث باسم وزارة المجلس الغزرة وفي موضوع كمان ان احنا عندنا مشاكل في الدولارات احنا عندنا مشاكل في الدولارات نحلها ازاي نرجع نصدر غاز احنا طبعا وقفنا تصدير غاز زي ما انتم عارفينه اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده عشان المشاكل اللي حصلت في حق لظهر تسريب المياه وعشان كمان ان احنا صدرنا بتمانية مليار وبالتالي محطات الكهرباء انهارت فدلوقتي الحكومة كانت موقفة تصدير غاز التلات اربع شهور اللي فاتوا الوزير البترول طرق الملة في بداية شهر اكتوبر في تصريحات لوكالة رويترز قال ان احنا هنرجع تاني نصدر الغاز بتاعنا لاوروبا لسه ما اتفقناش على الكمية لسه ما اتفقناش على مش عارف كذا لكن احنا خلاص راجعين طب انت منين عندك انخفاض في الوردات منين الانخفاض في الحقول اللي جاي من اسرائيل ومنين طالع تقول لي انا هرجع صدر غاز مرة تانية هل المواطن المصري هو مفوض يكون ضحيط الفشل في القرارات هل المواطن المصري مفوض انه يستحمل الحكومة اللي مش عارفها هي بتعمل ايه بتحاول تجيب دولارات من هنا تقوم وقع الكهرباء من هنا قلتلنا من شهر سبعة تخفيف الاحمال هيخلص في نص تمانية في اول تسعة في نص تسعة احنا دخلين على اول نوفمبر اهو ولسه الكهرباء بتقطع دخلين على الشتاء ولسه الكهرباء بتقطع والتصريحات كلها اه متضربة الحكومة الحقيقة محتاجة تطلع تقول للناس ايه اللي بيحصل محتاجة تطلع تواجه الناس باللي بيحصل لانه الوضع بتاع الكهرباء ده من منتصف يوليو اللي فات هو فشل متعاقب كده ومتوالي ويبدو انه لن ينتهي قريبا اشتركوا في القناة